انت بتقول انت طبعا حالتك الصحية فيعنا عايز اناقشك بسرعة ليه عندك اولا ايه الاعتداءات اللي انا شفتها في جسمك دي اللي انت بكون مش هينفع عبور بس انا شفت اثار اعتداء بشعة بصي انا من صغري انا طلعت في الدار دي احنا مش هننكر ان الدينية كانت حلوة الاول بس دلوقتي احنا فعزيال انا دلوقتي قبل اما خش لحضرتك انا اتهددت يعني انا بقولها لك صريحة تهددت لو اتكلمت اه قالولي اه يا انت يا احنا وهنقفل الدار هتتقفل بعد اما تتكلم لو اتكلمت الدار هتتقفل طب ومصير اخوتي دول ايه انا طالع اصلا عشان الدار ما تتقفلش انا طالع عشان اخوتي يعيش اعيش احنا هنتابع معاك هو هنتابع مع وزيرة التضامن الاجتماعي ومع كل المسؤولين اذا الشباب اللي عبروا عن ضياعهم اتعرضوا لاي ازاء يبقى الحقيقة كمان احنا بنقولهم لا تحولوا الى قنابل موقوطة اكثر يعني انفجروا بقى في وش المجتمع يعني انت اذا هددوك يعني هم هيتردوك هترجع مش هيدخلوك يعني مش هتتقول تاني الدار انا حضرتك انا طلعت من الدار انا اتجوزت وطلعت من الدار بس انا كنت عملت حادثة كبيرة واقعدت على اساسها ثلاثين في السرير اللي هو اشرف طلع دولاتي قال ان انا الدار دفعت لستين الف جنيه انا حضرتك تانت دالية متبرعة وممكن حضرتك تكلمها بالتليفون تانت دالية دي هي اللي دافع لي فلس عمليتي من الاول للا TR ما هم بيدفعوش حاجة وbooضعوا غير كل المتبرعة كل اخلاء فيها براعات هم طلعوا قالوا دولاتي ان الدار دفعت بانت 60 الف جنيه انا ممكن قدل حضرتك ركب alimentبرعة اللي تابعت معايا وحلفت لي ب LAلات اقومنا على رجلي وهي اللي قومتنا على رجلي فيها الخير وربنا يخليها خيراً فهم عايزين ينتزعوا لأنفسهم هذا الخير يعني هقول لها حاجة حاجة تانية أنا كهاني إبراهيم أنا عندي القلب دلوقتي لما روحت قلت للدار قالولي إحنا هنشوف لك متبرع هنشوف لك متبرع لو ما فيش متبرع أنا هموت لو ما فيش متبرع أنا هموت لولا ست ربنا يخليها اسمها أستاذها هيبها عشماوي وما دام لم ياء ويفوا معايا في حوار القلب ده أنا كنت موت من شهرين فاتوا أنا دلوقتي قاعد مع حضرتك أنا تعبان مش قادر بجد وده تلاحظوا على وش مش محتاجي إن أنا أقوله لحضرتك بس أنا لما تهدد لما كل يوم أتهدد أنا طلعت أخد مراتي من أسبوع أنا وديتها تزور إخوتها البنات في الدار وعايح أخدها من الدار فبفتح الباب بتاع الدار عشان أخد مراتي جي الجارد وبيكلمني هي هي في إنتزوج أنا متزوج وقعدين برد 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 واخدين شقق بسترون جيني إئجار روحت أخد مراتي من الدار بعد ما زارت إخوتها وهاخدها هوامشي خلاص وتشتغل إيه؟ أنا شغال أمن ب 1200 جنيه في مدرسة مدرين آآ 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 مدرين سكولي. في زراية المعادي. مم. مزبوطة فندم. انا رحت اخد مراتي الساعة ستة بعد ما خلصت الشغلة من الدار. جاء قامنا قال لي لا مش هتخدها. آآ انا هطلع حولك لكن انت ما تخشش تخدها من جوه. طوله بس هي شايلة بنتي ومعها كسين اكل. انا هخدهم وتكل على الله. مش هعمل مشكلة يعني. قال لا ما انتش داخل. طوله طب خلاص شيرني من دماغك. راح جايب خشب من جوه وضربني في قلبي. انا بقول لحضرتك وفي ناش شاهد على كده. وضربني في قلبي وضربني على رجلي اللي وجعاني. رحت اشتكيل المدير بتاعه. قال لي اعلى مفخلكو ركبوه. مع انك كنت في الدار ده قبل كده يعني. قال لي اعلى مفخلكو ركبوه. واحنا قاعدين وورونا مين اللي يقدر يمشينا. دجاردات. وضربني على وش. اكسم بالله اكسم بالله. مالحق اطلع من الستيديو. ان انا باشتكيل المدير راح ضربني على وش. اقال لي اعلى مفخلكو ركبوه. واريني مين هيخدلكو حقكو. كلمت المدير قالت لي ما تتصلحوا. لحد امتى هنفضل نتضرب ونتصالح. انا بقالي تلات سنين بتضرب ما حد يستمعني. لحد امتى هتضرب وحد يقول لي احنا هنتصالح. اقواتي دول لحد امتى هيفضلوا يشحطوا. ايوة انا انا باشحط وغيري باشحط. ليه اتهدي داب لما خش الستاديو. ايوة بتشحطوا يعني عشان تعيشوا يعني. ايوة. مع انهم بجمعوا تبرعات كتير وعندهم فلوس يعني. بسمكم. انا مش بتكلم بقى بصفة ان انا امراته. انا بتكلم كاسفة بنت من بنات الدار. يعني احنا مطلوب مننا انا كل اللي عايزاه احنا كلنا يتأمن مستقبلنا. انا يعني انا واحدة من دهم البيت اللي يتجوزوا. اي ودو بنت اتجوزوا من الدار. يعني كلهم قاعدين في ايجار. وكلهم على الدهم. من اللي يساعدنا? اه الاكل بدهولي دلوقتي اقترام دلوقتي انا طلعت في البرنامج ولا اكل ولا ايجار. واتصلت اه حالان كانت وتنتفق قبل ما ادخل قدتلي منك لله. منك و لله. وانت رهن مني لله خلاص. انا بقى انا مش باخر بالمكان. انا عايز انا واخوتي نعيش في سلام. ما عايزين نصلح المنظومة كلها. بس.